على أنغام البيانو كان يأخذ قسطاً من الراحة ثم يعود ليدرس في هذه الغرفة جاور مصطفى هذا الكم من الكتب والدفاتر لسبع ساعات يومياً والهدف واحد لقب الطالب الأول على العراق في المرحلة الإعدادية وكان له ما أراد ليكون طالب ثانوية المتميزين في الحارثية هو الأول على الفرع الإحيائي كنت أقرأ تقريباً 7 إلى 8 ساعات خلال فترة المراجعة لكن فترة المحاضرة تقريباً كانت إلى 4 إلى 5 ساعات كنت أخذ استراحات بينها تقريباً كنت أكثر شيء بالبيانو حلمي يعني أنا كنت أحب الفيزيو والرياضيات لكن خلال السنين الطبية دخلت بقلبي فشوية شوية قمت أحبها والحمد لله حسن جبت معدل عالي وإن شاء الله قدم على طب بغداد وإن شاء الله قبل الفرحة هنا تجاوزت حدود هذا المكان تفوق مصطفى حلم تحقق لعائلته التي كانت تتوقعه وتنتظره تحدثوا لنا عن مشاعرهم بحصول ابنهم على هذه المرتبة يعني حيث إنه بس طبية ما شنا نتوقع ما شاء الله يطلع الأول على العراق الحمد لله وشفر يعني هو ما أدري أنا يعني من سماعة حظانته وبسعبتي ما سيطر على نفس يهمين ويعني هو أعتبر أقول مقاتل يعني كان قاتل يعني هو يتعب تعب كل شيء ويعني خطايا ما يقبل يعني يطلع لا يلتيفت شيء يعني هو كل شغال واسب الدراسة ومركز عليها يعني الحمد لله مضع تعب الحمد لله وشفر الحمد لله فرحة ما تنوصف يعني ومشاعري ما يعني ما تنوصف أيضا طبعا مصطفى يعني بيض وجهنا إن شاء الله ورفع راسنا الحمد لله وشكر طبعا من طلعة النتائج أنا قلت لك قبل شسمة هو أنت والدموع ما نقدر نسيطر عليها يعني أنا يعني الحمد لله وشكر رفعت راس للإننا وللعائلة وإن شاء الله أتمنى على مستقبل زاهر وبعد تحقيق هذا المعدل خطوات قلائل تفصل مصطفى عن دخوله كلية الطب ليكون الطبيب الأول في العائلة تمكن أخيرا من تحقيق حلمه مصطفى مثال حي لمن يروم الوصول إلى التفوق وها قد تربع اليوم على قمته من العاصمة بغداد مدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر